من المعلوم أن بلادنا تشهد تكاثرا ملفتا في بناء المساجد في مختلف المناطق والأحياء السكنية بالمدن حتى أن المسافات التي تفصل بين مسجد وآخر تتقلص شيئا فشيئا ويصبح الأذان للصلاة يأتي من مسافات متقاربة وبأصوات مضخمة وغير متناغمة مع درجات من الديسيبال فائقة العلو مما يمثل إزعاجا لا للمتساكنين فقط وإنما للدارسين في المؤسسات التربوية والجامعية وأحيانا يكون الجامعة لصيق بمؤسسة تربوية أو جامعية نحن لا يمكن أن نسمح بتلوث الصوتي وأحيل على منشورين اثنين وجهتهم الوزارة إلى السلطات الجهوية منشور في 2005 ومنشور إثر رمضان الفارق لما لحظنا تجاوزات نحن نقول المنشور الأول يحوي 70 ديسيبال أكثر من 70 ديسيبال مرفوض وقمنا بالتكييف قانوني وجهنا مراسلة إلى وزارة البيئة فقالت ثمت مستوى هو 100 ديسيبال مسموح به لكن نحن نصر لأننا نعرف جيدا تأثير التلوث الصوتي على جسم الإنسان وعلى نفسية الإنسان لذلك نحن نتمسك ومن حق كل تونسي أن يدعو إلى احترام هذا الإجراء موسيقى جيدا موسيقى موسيقى من كل جدد 36 موسيقى من سور كلمتر ويقوم برددد عاماً يبدو ممتع ويقوم بإذن الوقت الماضي نظروا الناس وكلما يتبعون مجرد يحب بها إنه مرحباً وكذلك إنه مرحباً وكذلك أنني أجد أن أجد مرحباً ومن ثم سيكون قرران ومن ثم سيكون قرران ومن ثم سيكون قرران لأنه في القرآن مرحباً ومن ثم سيكون قرران ترى في القرآن ترى في القرآن أشعرني جداً إنه مرحباً ومعنى إنه حقيقي إنه لا يتبع لذلك كل شخص يتطلع وفي الماضي قبل الانترنت إنه تطلع الجزء منذ مرحباً لأنه يتطلع جزيلاً كل شخص يتطلع هو إنه يتبع ومن ثم إذاً نحن يتابع شكرا